ما قالوا لك انت ضمتلي فيه الأول وخلاص هتتضم و هتتدرب مع فيه الأول و هتسيب القوضة اللي تحت المدرجات دي و تخش القوضة بتاعت الدرجة حاجة تانية كان إحساسك إيه حاجة تانية يا كابتن مصطفى احنا طول عمرنا يعني بنشوفكم و انتم داخلين و خارجين حاجات جمدة جدا يعني الكابتن مصطفى عبدو الكابتن خطيب الكابتن الكبار الكابتن سابت الله يرحمه أسماء تخض و احنا عائل صغيرة قاعدين في القوضة اللي في الجنب دي و بنشوفكم كده بس انتم ايه ازاك فلان يعني من كده من بعيد و داخلين و فطبعا كلنا بنتمنى ان احنا في يوم الايام مش القوضة بس يعني مش حاسين ان اليوم ده هيجي يعني فلما لاقي نفسي مرة واحدة يعني في قط اللبس بعل عجب كابتن مصطفى و كابتن خطيب و كابتن سابت و موجود معاهم اللي كنت بروح اتفرج عليهم في اللساد اخش في المدرج اتفرج و اتفرج و احنا تذكاره و حاجات كبه ما ده بيهلك يا حشيش ان اللعيب لما يعوز يعمل حاجة قادي الصورة ديت دي منتخب ناشئين منتخب ناشئين بقى طاهر الاول واحد على اليمين ده اللي قاعد بالظبط اللي كم ربي شانب و طاهر ايو كم ربي شانب بتاع السنة ده بتاع العمر السنة ده و عشور و ابو الدهب و علاء ميهوب اما حشيش نابس الشانب هو قلبان اه اه كم موضة كنا بنشتريه مين اللي كان و خميس حسن اسكندرية اللي هو اللي بعدي على طول اللي بعدك و اسامة و اسامة عباس خالد الاماش محمد حلمي محمد حلمي خالد ابو الفتوح محلة ايوه سيد داود محلة بس كده هم دول بس دول يعني طبعا القوام بقى بتاع كاس العالم تغير شوية اه يعني ده كان اسناء بطولة افريقيا يعني ده كان قابل كاس العالم كان قابل كاس العالم اوه لان الفرح حصل فيها تغير حمد صدقي بقى جيه ويعني حصل تعديلات كده حمد صدقي و لعب معاك كاس عالم اه لعب كاس عالم طيب بعد ما قالولك حشيش انت ده خلاص من بكرة هتتمرم مع الفريق الاول اه كنت بتقلع لسه في الوضع بتاعت الاجبال دي ده اساسي ونقدر اهوب ونقدر اهوب ونتتمرم مع الفريق الاول لما هو هتتمرم مع الفريق الاول وانت ماشي كده على كبرى الجلاء كده همروح اه كانش لسه كبرى اكتوبر والكلام اه طبعا طيب اين انت فكرت فيه دي ارقام قديمة يا وكبت مصطفى كانش لسه كبرى اكتوبر اتعمل اتعسسني ان احنا من الايام الوجزوس كده لا اما دي حقيقة احنا بنقول تاريخ اه طبعا لا انا عارف كنا بنلف شوية يعني كده من كبرى الجلاء ونرجع تاني يمى على طريق ابو العيلة كبرى ابو العيلة اه او المحور ونرجع طيب اه لما هو خلص انت هتضرب وانت ماشي على الكبري كده ومروح كده ايه اللي انت فكرت فيه اقولت معقولة يعني معقولة انا هطلع بقى بكرة هاروح ولعب معهم هعمل ايه ايه اللي انت فكرت فيه اقولت هخش على كابتن مصطفى ازاي كابتن خطيف ازاي كابتن مختار اه اقولك كابتن ثابت الدين الكورة مش هيا يعني يعني حاجات كل دي مش بلاحة يعني واحنا طبعا يعني الاحترام ده كان اساسي جوه النادي الاهلي يعني اللي اكبر مني بسانة لازم اقول له يا كابتن وحضرتك وبتاع طب انا هقول لهم حضرتك ولا هقول لهم ايه روحي نلعب كله ولا انده بالاسم ولا يمكن انت حتى بعد كده تقول لي مفيش دعا بقى كابتن دي يا عمي يعني انت هتقعدوا لي يا كابتن مصطفى مش عارف يكون يكون اتبسط ويكون المتخلص فطبعا كل الحاجات دي كانت في دماغي وهل انا هبقى قدي بقى التدريب وقدي المتشاط وكلام ده مني كان بلعب اساسي بقى مكانك في الحتة دي هو كابتن مصطفى يونس وكابتن مهر همام هم اللي كانوا بلعوه في الحتة دي انت جالك هاتف كده وحلمت انك هتلعب في الحتة دي مكان واحد من الاتنين طبعا كان نفسي طبعا وبقول يعني ان شاء الله بإذن الله بس امتى دي مش عارفة يعني امتى انا 19 سنة ولسه برضو يعني مش عارف وبعدين وقتها برضو كابتن مصطفى يونس كان كابتن الفرقة وهلعب مكان كابتن الفرقة كمان ده انا يعني ده انا مليش حل بقى كان بالنسبة لك يعني مشوار صعب صعب جدا جدا فجأة بعد ما طلعت بحاجات بسيطة كابتن مصطفى حصل اصابة ولا حاجة ولحبت اول ماتش وكان اول ماتش صعب جدا لان كان اولمبي اسكندرية في اسكندرية كان مع كلوتشاي كان مع كلوتشاي اوه اه اه ونزلت وكنت المصطفى اللي كان بلعب قدامي كابتن حازم خالب حازم اه الماتش ده اه عملت ماتش كويس جدا واستمرت بقى في اللعب بعد ما خلصت الماتش مين اللي استقبلك وقالك انت لأ انت خلصت دخلت وقلت غرفة ملابس بخلت طبعا دخلت وانا مرعوب طبعا يعني بس بقيت ايه يعني مين اللي استقبق خلينا احنا الكلام بقوله بالناشئين عشان يعرفوا قيمة النادي الاهل هادي ايه تمام استقبلوك ازاي اللعيبة انا بكنام جلاتك انا كان راجل مقن بردامي احسن استقبال اه احسن استقبال اه احسن استقبال انت بنتقولش كنا عشان قاعد معانا والله يا كابت مصطفى بالعكس احنا محسناش ان احنا يعني في فجوة كبيرة بنا وبينكم انتو دخلتونا في وسطيكم يعني باسرع وقت وهزار وضحك و اه انا انا يعني 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 مفتكرش حد في اللعيبة كبار اه كان مسلا مغرور ولا كان حاس بنفسه ولا او قالك كلمة اتزعالك خالص خالص عمري يا انت كنت كابتن فرق يا كابت مصطفى اه عمرك مشتام تحدي مسلا عمرك احنا تربنا في النادي الاهلي كده اقصى حاجة تيجي من الونج رايت يا جماعة ازبط انا بسكوا شوية بس اقصى حاجة اقصى حاجة انا بقولك ايه وهو ده 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 قيمة النادي اه طبا ببقى مشوار والت جاي يعني مشوار وانا بقى ماخنش فيه توك توك ساعتها طيب بعد ما لعبت الماتش بتاع الالومبي ده اه ومين اللعبة استقبلتك ازاي وفي نفس الوقت وانت نازل الملعب قلت انا هكمل المشوار مع الفرق ديت ولا ربنا يسطروا الكلام ده اه طبعا كابتن فؤاد شعبان كلمني كتير قبل الليبرو ده اخر واحد يعني ايه غلطة بجون انا هسافر هالغلو القضوية كمان بتاع النادي بعد كده جمهور ما بيحامش لا لا طبعا واول مطش ده او كده اه فقالي حاول تلعب السهل سهل على نفسك ده متحاولش يتجود يعني تلعب السهل لان السهل ده كمان يعني هيبين شكلك احسن بكثير للسهل ده في نفسك ببقى صعب صعب جدا جدا فا وطبعا كابتن ماهر همام كلمني والكابتن حازم قبلها قال لي بص انا هلعب قدامك ودي على فكرة في حد ذاتك كتصعب ايو كابتن مصطفى ليه طول عمر النادي الاهلي في المركزين دول الاقدم اللي كان بلعب وراء مزوض يعني الكابتن حسن الكابتن مصطفى احمد ماهر بالظبط الكابتن مصطفى كابتن ماهر انما انا اللي جي بقى صغير ولعب قدام الناس الكبيرة دي فكانت ثقة من المدربين وقتها وم ل improper وان انا يعني اهل للموضوع ده. فالحمد الله ربنا كرمنا وكسبنا واحد سفر في جون محمد عامر لو تفتك. طيب بعد الماتش قالوا لك اين مدرب قالك ايه واللعي بقيت لك ايه. طبعا برا بوش ادي حيلك وانت كده يعني بص حطيت رجلك في المكان ده. بس مش معنى ان انت لعبت الماتش ده ان انت يعني ان انت بتلعب مكان ببدو نجم كبير. اسامة كبيرة. اسامة كبيرة. لازم تحافظ على مستواك. ولو حصل وقعدت تاني ما تزعلش. لان انت قدامك الفرصة لسا وصغير. وهتتعلم وكويس انهم موجودين. ان احنا موجودين. عشان يعني تجبر في وسطينا او تتعلم مننا يعني. نعم. ودي حاجة مهمة بالنسبة للناشئ. انه لما يلعب اول مرة يلعب في وسط نجوم. تساعدوا بكلامهم. هي تشيلوه في الاول. ويشيلوه يعني. اه.